يعني إحنا خلال يومين عدنا منتسب بالداخلية مسوي جريمتين الجريمة الأولى هو المنتسب اللي اختصى بحوراء والجريمة الثانية البارحة المنتسب اللي ويه ابن ابن منتسب بالصحة هو منتسب بالداخلية زوروا شهادة وفاة تشنتهم اللي هم زوج قتلها أيضا عنف أسري زوروا شهادة الوفاة مالتا أنه هي تكسر بكريات الدم البيض مع أنه هي تعنيف وتهشيم دماغ وكلها عندها واقفة يعني إحنا بيومين عدنا جريمتين من منتسبين بوزارة الداخلية يعني هسا أريد أسأل وزارة الداخلية شنو معايير منتسبيهم شلون يختارون منتسبيهم أصلا يختارون عن طريق الأحزاب كل واحد يروح يجيب تسكية من حزب تمام ينتسب للداخلية يعني أنت تخيل أنه أنت عندك منتسب بالداخلية إلى السلطة وبيد سلاح بس هو مثلا مختص بحوراء من جيرانهم تواصل نوية جيرانهم هو عنده جريمة قتل سابقة أثناء ثار عشائري عن طريق الموقع الرسمي المرصد العراق لحقوق الإنسان يقولون أن هذه ثانية جريمة اختصاب عنده الجريمة الأولى قتلوا الجريمة الأولى أهلها قتلوها لأنه غسل عار قتلوها وهو غسل عار هي مختصبتها وغيره مختصبها أنت تعرف مجتمعنا أنت تعرف مجتمعنا اللبنية هي العار الرجال يسوي كل شيء يريده فهي تختصب وتقتل وهو يفتر بالرتبة عادي عنده جريمة قتل أخرى ثار عشائري واليوم حوراء حوراء عندها تهشم بالمهبل تهشم بالمؤخرة حسب أهلها يعني هاي الطفلة حتى لو قدرت تنجو وتعيش فهي معرضة أنه بعد ما تصير أم هو مو بس اختصب طفولتها هو اختصب حياتها الجاية كلها أكو موضوع اليوم انتشر أنه هو ما رح ينحكم أعدام لا طبعا ما ينحكم أعدام لك إحنا عدنا سلطة الإئتلاف وقفت أحكام الإعدام ونزلتها إلى السجن المؤبد ومن سلطة الإئتلاف إلى حد اليوم إحنا ما عدنا أحكام إعدام يعني عادي ممكن أن يجي عفو يطلع طبعا وهسا عدنا إحنا الشيخ السميدعي يطالب أبعفو عام أنت تخيل أنه هذا ينسجن ويجي السميدعي يطالب أبعفو عام ويطلعوه اشتركوا في القناة